اهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا محبا صفيري الزينة زيادراتكم يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده نكلم حضرتكم عن موضوع شغل الناس كتير جدا واتكتب لنا كتير جدا واتبعت لنا ان احنا نتكلم عنه هو ان الكوكتيل الالبينو الاحزن للعين حمرة ولا العين السودة ويالفرق ما بينهم والاختلاف في الاسعار والكلام ده كله بالنسبة للكوكتيل الالبينو عادي جدا ان هو يبقى عين حمرة او سودة ده ما بيبقاش عايف فيه او اختلاف الفصيلة بتاعته لا هو كوكتيل الالبينو ما فيش اي مشاكل منه لكن معظم الناس بتشتري العين وحمرة مع ان اللي لقون عين وسودة بيبقى مميز اكتر عشان بيبقى نادر ومش موجود كتير في السوق لكن بيبقى موجود كتير جدا الالبينو عين حمرة فهو الالبينو عين سودة برضو حاجة كويسة جدا يعني انت لو اشتريت الالبينو عين سودة وطلعت منه يعني بتبقى حاجة كويسة وممكن تبيعه كمان اغلى من التاني ليه عشان هو نادر وكمان سعر جز غليل في الكوكتير الالبينو سواء العين الحمرة او السودة بيبقى عامل الف ومتين وخمسين جنيه بالنسبة لسعر الشغال بيبقى عامل الفين ونص والشباب ما بيبقاش فيه يجي فرق سعر جامل يعني انت ممكن الناس تجيب جزء الشباب بالفين جنيه الف وطمانمية لكن غير كده هي دي الاسعار لكن زي ما انا قلت العين السودة مميزة جدا ولو حد حابب ان هو اشتريها حاجة حلوة جدا بس يوقع تكون خلص حياتنا النهاردة لنشوفكم حلقة جديدة من قناتنا وهي باسفيري زينا شكرا لكم شكرا لدعمكم شكرا للمتابعة تشوفكم حلقة جديدة شكرا للمتابعة